أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأرحب بكم بمن حلقات جديدة من برنامج إضاءات في هذه الحلقة نناقش أجندة المؤسسة التشريعية بالمغرب خلال الدورة الخريفية ملفات حارقة تنتظر البرلمانيين لمناقشتها والمصادقة عليها أبرزها مشروع قانون المالية الذي سيظهر لا محالة بحسة الأسد ضمن الزمن التشريعي دورة تشريعية ستعد أيضا اختبارا لتماسك الأغلبية وتوافقها بشأن مشاريع قوانين تكتسي أهمية بالغة مثل مشروع قانون التجديد الإجباري ومشروع قانون إصلاح منظومة التكوين وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة نناقش الطلاق الصعب بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي فالمشاورات الماراتونية المتواصلة بين بروكسل ولندن لم تفضي إلى شيء لحدود الساعة وسط التخوفات من حلول موعد الانفصال دون اتفاق مما يشكل كارثة حقيقية سيدفع ضريبتها الطرفان معا تعثر في بريكسل يوازيه ضجل في شوارع لندن بخروج عشرات الألاف من المطالبين بإجراء استفتاء آخر قد يكون تحقيقه أصعب من الانفصال نفسه مرحبا بكم في هذا النقاش الذي وجهت فيه الدعوة لطلحة جبريل الصحفي والكاتب مرحبا بك أستاذ طلحة جبريل ووجهت الدعوة أيضا لعبد الكبير خشيشن إعلامي بصحيفة الأحداث المغربية مرحبا بك أستاذ عبد الكبير خشيشن إذن نبدأ بالدورة التشريعية الحالية الدورة الخريفية التي ستتم خلالها مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين ربما العمود الفقري هو مشروع قانون المالية أستاذ عبد الكبير خشيشن كيف سيطغى أو استدغى مناقشات مشروع قانون المالية على باقي مشاريع القوانين التي تبدو أيضا مهمة من المؤكد حسب الترطيب ترطيب الأجندة الشريعية قانون المالية الآن هو الذي سيكون في البداية وشريعة في تقديمه لمجلس النواب وبطبع الحال هناك مسترة شريعية يخضع لها في مجلس النواب ثم مجلس المستشارين لكن باقي القوانين الأخرى بالنسبة لهذه الدخول هي قوانين استراتيجية في الحقيقة قوانين استراتيجية أولا جاءت في سياق سياق معين وهو أن هذه الأجندة الشريعية جاءت متقلة بما تم خلال فترة عطلة الصيف وأقصد بالضبط خارطة الطريق التي رسمها الخطابين الملكيين لعيد العرش وعيد الشباب والتي أعادت ترتيب الأولويات بالنسبة للحكومة وسينعكس كذلك على المؤسسات الشريعية متقلة كذلك بقوانين لم يتم تدولها في الفترة السابقة تقصد قانون الإضراب والترسيم الأمازيغية؟ هذه القوانين لم يتم مناقشةها منذ سنة أنا أقصد فقط القوانين التي كان يجب أن يتم الحسم فيها في الدورة الشريعية السابقة ولكن هناك قوانين وريثت من الحكومة السابقة بمعنى أن هناك بطء شريعي كبير وأن هناك تعامل مع الزمن الشريعي فيه كثير من البطء معنى أن هذه الدورة سيكون عليها أن تجيب على سؤال مركزي هو كيف يمكن جعل الزمن الشريعي مضبوط بالنسبة للمؤسسة وكيف يمكن للبرلمان أن يساهم في هذه الأجندة التي طرحتها الخطب الملكية على الحكومة من حيث ترتيب الأولويات وبطبيعة الحال إذا كان قانون المالية هو الذي يرسم السياسات العامة وسيكون في المبتدأ هو مجال التداول فإنه حمل معه كثير من المؤشرات التي تطرح على البرلمان كثير من العمل لتجاوز العتارات التي سبقت في الدورات الشريعية السابقة والتي كانت في مجملها ملاحظة سلبية سواء تعلق الأمر بالأداء سواء تعلق الأمر بشكل الأداء بين المعارضة وبين الأغلبية قانون المالي الآن فيه خانة تطرح إشكال فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي وكما تعلم على أن الحوار الاجتماعي دعي له في لقاء واحد وربما سيكون في بحري هذا الأسبوع لقاء ثاني من أجل الحسم في هذا الحوار الاجتماعي وفي كلفته التي يجب أن تملأ أخانة من قانون المالية وهنا سيظهر مدى تماسك الأغلبية في الدفاع على تصور الحكومة التابعة لها بطبيعة الحال لأنها أغلبيةها البرلمانية وستمتحن هذه الأغلبية في تجاوز واستخلاص العبر من الأخطاء التي تقبت في الدورات السابقة طيب أستاذ طلحة جبريل هل هناك مؤشرات على أن البرلمانيين لديهم وعي الآن بضرورة تجاوز العثرات التي كانت في الدورات التشريعية السابقة وأن هذه الدورة فيها مجموعة من الأمور التي تبدو حاسمة أنا أظن بأن الإجابة على هذا السؤال تتطلب من الانتظار لنعرف كيف سيتعامل البرلمان مع عدد من المشاريع القوانين ذات الأهمية هناك مسألة أخرى وبدأ الحديث عنها من جديد هل نظام الغرفتين هو نظام ملائم لمسألة السرعة التي تفضل فيها الأستاذ عبد الكبير الإنجاز البرلماني هناك من عاد الآن يقول بأن نظام الغرفتين أصبح فعلا فيه عبء على وطيرة العمل البرلماني على أي حال عاد النقاش إلى هذا الموضوع بسبب البطء في التشريع بسبب أن إلى مدى يعزى البطء؟ هل عقلية؟ هل ربما بعض أساليب العمل معتمدة داخل المؤسسة التشريعية؟ أنا أعتقد أن أساليب العمل لا أظن بأنها تشكل أي برلمان في العالم موجود لجان وهذه اللجان يعرض عليها مشاريع القوانيس طريقة عمل لجان ربما ربما هذا هو لا يوجد تحديد زمني في بعض البرلمانات بصراحة يقال بأن هذا القانون يدع كذا يجب أن لا يتجاوز فترة إجازته أو رفضه مدة أربعة أسابيع أعرف ذلك يشكل ضغط على البرلمانيين على الأقل يشكل جدول زمني واضح في البرلمان الملاحظة الآن بغرفتي سواء كان مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا يوجد هذا التحديد الزمني يعني يمكن أن تترك الأمور وفي بعض الأحيان تعاد القراءة التانية في بعض الأحيان تجمد حتى المشروع القانون فأظن بأن مسألة الوتيرة التشريع تحتاج إلى عادة نظر ولكن الإشكال من الذي يعيد فيها النظر هم البرلمانيين أنفسهم هنا يحدث الإشكال إضافة إلى ذلك هناك مسألة في غاية الأهمية وهو الحضور يعني حضور الجلسات وما تخلقه من إشكالات كبيرة جدا في بعض الأمور يعني الأمر يتطلب تعديل بعض القوانين داخل البرلمان من أجل استسريع وطيرة العمل التشريعي يبدو ذلك والآن كما يعني واضح بأن هناك قوانين مهمة ومهمة جدا ومؤثرة في الحياة السياسية وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية ولكن بقاء فيه داخل الأضابير اللجان البرلمانية يعني يؤدي إلى تمديد وتأجيل مستمر طيب سأواصل معكم النقاش بعد متابعة هذا التقرير حول الموضوع الذي عده الزميل أسامة عكراوي وضعت حكومة سعدين العثماني آخر اللمسات على مشروع قانون المالية للسنة 2019 مجلس الحكومة تدارس مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والنصوص المصاحبة لها مشروع قانون تم عرضه بداية الأسبوع على البرلمان في جلسة عمومية مشتركة من طرف وزير الاقتصاد والمالية واستأثر بحصة الأسد في نقاشات اللجان البرلمانية وتنتظر البرلمان هذه السنة قوانين استراتيجية تتعلق بالسلم الاجتماعي والقضايا الاجتماعية أساساً مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات ومدونة التعاضض وقانون تغطية الصحية للوالدين إلى جانب مشروع القانون الإطاري لإصلاح التعليم ومشروع قانون الخدمة العسكرية ومشروع مرسوم تسقيف أسعار المحروقات فضلاً عن قوانين تتعلق بالحقوق والحريات مثل القانون التنظيمي للأمازيغية ومشاريع قوانين تتعلق باستكمال مخرجات الحوار الوطني حول العدالة وهي قضايا حيوية بالنسبة إلى الخيار الديمقراطي وحقوق الإنسان لكنها ما زالت تنتظر منذ الولاية التشريعية السابقة وتعد الحكومة من خلال قانون مالية للسنة المقبلة بالتركيز على القطاعات الاجتماعية تنفيذاً للتوصيات الملكية سعدين العثماني أكد أن الدخول السياسي الجديد سيكون اجتماعياً بامتياز بالنظر إلى الأوراش الاجتماعية المفتوحة ذات التأثير البعيد المدى وبالنظر كذلك إلى اشتغال الحكومة على مائة وتسعة وثلاثين برنامجاً اجتماعياً وهي كلها أوراش ستساهم لمحلة في التطوير والتنمية أستاذ عدد كبير خششين هناك مشاريع قوانين استراتيجية كما سبق أن قلنا قبل التقرير في نظرك هل يشكل ذلك أو سيشكل اختباراً لتماسك الأغلبية في ظل الأحاديث الرائجة في وسائل الإعلام وفي الصالونات السياسية عن الخلافات الموجودة بين بعض مكونات الأغلبية الحكومية من المؤكد أن هذه الخلافات التي تهم الأغلبية عشنا فيها فترات مد وجزر بطبيعة الحال في فترة العطلة الصيفية كان هناك خلاف داخل الأغلبية يتعلق بحالة الإعفاء المتعلقة بكتابة الدولة في الماء والتدائية لها هناك عودة لتصريحات شخصيات وقياديين في العدلة والتنمية في مناكفة مع قياديين في تجمع الوطني الأحرار ولكن في كل مرة سعد دين العتماني يقلل من أهميته ويقول على أن هناك خلافات ولا ترقى إلى مستوى أن يكون هناك نوع من الانفجار لهذه الأغلبية وهذا هو دوره بطبيعة لا يفجر الأغلبية الحكومية لكن الملاحظة على أنه في الدخول قبل بداية انطلاق الدورة الخريفية كان هناك اجتماعات لمكتب مجلس النواب وهناك اجتماعات كذلك للجن وكان الهدف هو إعطاء رسالة مفادها أن مجلس النواب يستعد لأن ينخلط في الأوراش التي طرحتها الخطابات الملكية في الصيف وأنه مستعد لتجويد الأداء في تشريع لمواجهة أزمة حقيقية الآن يعترف بها الجميع والمعضلة الاجتماعية والمؤكد على أنه من بين ومن أهم القوانين الموجودة بين أيدي النواب والمطالبة فيها تسريع العملية التشريعية قوانين ترتبط بالسلم الاجتماعي قوانين ترتبط بالكلفة التي يجب أن نقدمها جميعا الآن لمواجهة وضعية اجتماعية صعبة هناك أولويات رسمتها الخطاب الملكية ولكن هناك كذلك قوانين تهم المستقبل فيما يتعلق بالقانون الإطار المنطبط بمنظومة التكوين أعتقد بأنه سؤال يطرح على مجلس النواب وقفة تاريخية تتجاوز حدود الخلافات بين الأغلبي والمعارضي لأنهم سيسنون قوانين تهم أجيالا وأجيال قادمة لكن هذه الأغلبية كذلك ستمتحن فيما يتعلق بباقي القوانين وعلاقتها بالحكومة لأنه من المؤكد على أن الاستمرارية في نفس المناكفات التي كانت تتم داخل الليجان وداخل مجلس النواب سيعيدنا إلى نفس الزمن الشريعي السابق بمعنى أننا سنكون أمام تعطيل لمشاريع تأجيل لأخرى وأعتقد على أن هذه الفترة وهذه الدورة لا تستحمل ذلك لأن هناك وضوح فيما يتعلق بالخطاب الملكي بالنسبة للأحزاب السياسية إذا كان هناك نوع من التقصير في المرحلة السابقة فيما يتعلق بإعطاء نوع من الطمأنين للأحزاب السياسية وأنه بدخل بالخطاب التيئيس في العمل السياسي فإن الخطاب الملكي كان واضحا وأعاد الاعتبار للعمل السياسي من خلال دعوة إلى رفع الدعم بالنسبة للأحزاب لتقوم بمهامها الجواب يكون في الأحزاب السياسية لأن منطقة الأغلبية داخل البرلمان يأتي من تنظيم سياسي لأنه كما أشار الزميل طلحا على أنه لنتحكم فيما يجري داخل مجلس النواب من بطء في تشريع ومن نوع من الكسل تشريعي الأحزاب السياسية بإمكانها أن تقوم بذلك بإمكانها أن تلزم أعضاءها بالحضور بإمكانها أن تلزم أعضاءها بنوع من الانضباط بإمكانها أن تجود من المنطقة لماذا لا تفعل ذلك؟ لا تفعل ذلك لأنه هناك نوع من الفطور وقلت سابقا على أنه لكي نكون منصفين فيما يتعلق بقانون الأترة حوله النقاش المتعلق بتقاعد البرلمانيين وكذلك أجورهم أعتقد بأنه لكي تكون هناك انتاج برلمانيجي يجب أن يكون هناك نوع من الأريحية بالنسبة للبرلماني شريطة أن يقوم بعمله لنكف من الشعبوية وفي نفس الوقت لنكف من الكسل ونوع من التهرب من القيام الواجب هذه المعادلة أخصى تلقى لها واحد الإجابة منصفة لأنه في نهاية المطاف الوطن هو الذي يتضرر المواطن هو الذي يتضرر من كل هذا وفي نهاية المطاف تكون هذه الأحزاب السياسية إن قامت بدورها تكون قد خدمت أولا تصوراتها المتروحة في البرنامج الحكومي تكون قد ذلك قد جودت العمل داخل البرلمان بعيدا عن المزايدات وهذا هو الخطير داخل البرلمان حينما نلاحظ في بعض الأحيان على أن هناك جهود لترتيب هذه الأغلبية تأتي قضية من القضايا داخل البرلمان يقع فيها مزايدات كلامية ثم نعود إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بهذا الانسجام الحكومي وهذه ربما حتى مسؤولية وصائل الإعلام لأنها تهتم أكثر بالمزايدات أكثر من اهتمامها أحيانا بمشاريع القوين في نهاية المطاف تنقل الأخبار ولكن يجب الأحزاب أن تنكبع على ما هو إيجابي أن تنكبع على ما فيها اعتبار أستاذ طلح جبريل تحدثنا عن دور الأغلبية الحكومية داخل قبة البرلمان سؤال المعارضة يطرح أيضا بحدة وبإلحاح على اعتبار أن المعارضة أشبه بجزر يعني مشتة يغيب التنصيق الفعلي والحقيقي بينها وهذا يؤثر حتى على مناقشة مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة أو بمعنى أصح تأتي بها حتى الأغلبية الحكومية بيشكري من الأشكال الجواب على هذا السؤال بكلمة واحدة هذا صحيح لكن يجب أن نلاحظ شيء هذه الحكومة تتشكل من ستة أحزاب أعتقد في أي مكان في العالم ليس فقط في المغرب ستة أحزاب عدد كبير وبالتالي لا بد أن تحدث هذه الاحتكاكات الشناءان الخلافات وما إلى ذلك لكن هناك شيء في السياسة اسمه التوافق السياسة في الأصل التوافق لماذا لا يتم التوافق بينها مكونات هذه الأحزاب السياسية؟ يبدو لي أنه عندما شرع في تشكيل الحكومة الهاجس كان هو المسألة العددية أن تكون هناك أغلبية مريحة وإرضاء بعض الأطراف هذا مؤكد يعني لم يطرح برنامج يتم التوافق عليه ثم بعد ذلك يتشكل الاتلاف الحكومي الذي حدث شكل الاتلاف الحكومي وبدأت الحكومة تبحث عن توافقات داخلها الأمر الثاني فيما يتعلق بالمعارضة هناك حزبان أساسيان في المعارضة الأصالة والمعاصرة من جهة وحزب الاستقلال من جهة جرت محاولات للتسيق بينهما ولكن يبدو لي بأن حتى المزاج العام للحزبين لا يسمح بهذا وخلفية تاريخية بطبيعة الحال لا تسمح بنوع من التنسيق بحيث تكون المعارضة تلعب دورها الحقيقي ولذلك نلاحظ هذا ظهر جليا على سبيل المثال في انتخابات رئيس مجلس المستشعرين يعني كان المتوقع أن الحزبان المعارضة سيتنافسان على الرئاسة فبالتالي إذا كانت الأغلبية تعاني فعلا من عدم توافق مطلوب وهذا مثل لا يجب أن تسير الاستغراب لأن ستة أحزاب ليست عدد سهل فبالمقابل المعارضة لا أتصور بأن لديهم تصورات لتحالف في صفوف أو في مقاعد المعارضة من أجل دفع العمل التشريعي قدما ومن أجل المراقبة أنجع للحكومة وأداءها هكذا تبدو للخارطة البرلمانية طيب أستاذ عبد الكبير خشيشين في ظل ضعف التنصيق ما بين المكونات المعارضة هل يمكن أن نقول بأن الأغلبية تستفيد من هذا الأمر وتمرر ما تريد تمريره من مشاريع قوانين دون أن تخدم هذه المشاريع القوانين الغايات التي وضعت من أجلها في البداية والأهداف التي نصبت لها من المؤكد على أن دور المعارضة هو تجويد النصوص الشريعية التي تستيبهها الأغلبية هذا منطق معروف بطبيعة الحال في الديمقراطيات لكن يجب الانتباه إلى شيء أساسي في هذه القضية وأنه منذ بداية عمل هذا البرلمان المنطق الذي يسود منذ اليوم الأول لدخول البرلمان لاحظنا بأن هناك هاجس انتخابي لسنة 2021 يحكم الجامعة سواء انتعلق الأمر بالأسئلة الشفاوية التي يتنافس فيها البرلمانيون من أجل إظهار الاهتمام بالدائرة أكثر من الاهتمام بالقضايا الشريعية التي تهم الوطن الكاملية هذا كان منذ زمان الاعتبار بأنه ليس هناك خلط ما بين الدور في الجماعات المحلية والدور داخل البرلمان لكنه استفحال لاحظ أن النواب يأتون دائما منذ تمانينيات القرن الماضي ليطرحوا قضايا محلية والمفروض أنهم يشاركون أو يساهمون في بلورة مشاريع وطنية صحيح إلى جانب هذا الخلط هنا في هذه المرحلة استفحال نظرا لواقع سياسي معين يكفي لكي نفهم ذلك أن ما حدث في انتخابات مجلس المستشاري يطرحوا سؤال كبيرا كيف يعقل أن تجتمع قيادة الأغلبية وتقرر أنها لا تقدم مرشحا للمنافسة على مجلس المستشارين ثم يأتي حزب ويقول بأنه يمارس السيادي الحزبية من أجل أن يخرق اتفاق الأغلبية هنا يطرحوا سؤال التفسيرات التي تقدم لهذا من داخل هذا المنطق أنها منطق انتخابي في عمقه نفس الأحزاب الأخرى حينما يخرج حزب في عملية تواصلية داخلية ويقول بأن نطمحوا لأن نكون الأوائل في 2021 وتؤثر الزوبة حول هذا تصريح؟ معنى أن هاجيس أو فوبيا انتخابات 2021 متروحة على الوعي السياسي والعقل السياسي لهذه الأحزاب في الوقت الذي يجب على هذه الأغلبية أن تتحرك بمنطقة دفاع عن مشروعها الذي الآن تمارس الحكم فيه وأن يكون هو أصل المحصلة التي ستقدمها في الانتخابات القادمة لأن منطق الممارسة العملية الديمقراطية هي هذه أن تكون الحصيلة في نهاية المطاف هي ما قدمت هذه الأغلبية وما قدمت هذه الحكومة من اختيارات للمواطن وعلى أساسها إما سيعاد فيها ثقة أو ستحجب عن هذه الثقة وتعطى للمعارضة لكن ما يقع الآن هو أنها لا تتحرك كجسم واحد وإنما تتحرك كجزر كل واحد يحاول أن يبحث عن تموقع معين صحيح على أن هذه الأغلبية السابقة وأن وقع هناك مشكل في الج難 nac وهناك أحزاب لا تريد أن تلضغا من الجحر مرتين لأنه في الانتخابات السابقة لاحظنا كيف أن الحصيلة استفرد diagrams حزب واحد ولاحظنا على أن الصراع في الحملة انتخابية لم يكن بين الأحزاب التي كانت تشارك في الحكومة و التي كانت في المعارضة بل لاحظنا في بعض الأحيان أنها استعرت ما بين الأحزاب التي كانت تشارك في حكومة واحدة وهذا منطق غريب في التدبير هذا منطق غريب في الحكم لأنه في نهاية المطاف هناك التزام وهناك مسؤولية في تقديم البرامج الحكومية في تقديم المخطط الذي جاءت على إثر هذه الحكومة لتنفيذه ليكون قاعدة للحكومة عليه في انتخابات اللاحقة أستاذ طلحة جبريت سأطرح سؤالا مركبا ومقلقا ما دمنا نتفق أو ما دمنا أنكم اتفقتم على أن هناك مشكلة موجودة في المؤسسة التشريعية أين مكمن الخلل هل يوجد في الأحزاب السياسية في المؤسسة التشريعية أم فيهما معا أنا أعتقد بأن الأساس هو الأحزاب السياسية هي التي تنتج المؤسسة التشريعية بمعنى من أو آخر لأنها هي التي تختار المرشحين ومرشحية هم الذين يفوزون ويكونون البرلمان الواضح جدا يجب هنا أن نعود بصراحة إلى الخطاب الملكي الذي تحدث لأول مرة عن أن الأحزاب مطلوب منها أن تستقطب كفاءات تساعدها في التفكير وفي التشريع وما إلى ذلك في بعض الناس قرأوا الموضوع كأنها قدمت هدية للأحزاب ولكن أنا أعتقد بأن القراءة الموضوعية المنطقية أنه ليس هذا هو الهدف فالهدف هو فعلا تطوير هذه الأحزاب بالاستعانة بكفاءات بالاستعانة بأشخاص لديهم القدرة في الإبتكار والإبداع في المجال السياسي لكن لماذا ما زلنا نرى نفس الوجوه في المشهد السياسي؟ هذا هو السؤال إذن هذا السؤال يطرح على الأحزاب حقيقة أنه نلاحظ بأن مسألة تجديد النخب داخل الأحزاب بطيئة جدا إن لم تكن منعدمة وهناك اكثر من ذلك هناك مشكلة حقيقية هي العزوف السياسي الأحزاب إلى الآن لم تتعامل مع هذا الموضوع بجدية ما هو سبب العزوف السياسي؟ الناس يعتقدون خاصة أجهال الشابة تعتقد بأنه لا يمكن العمل في ظل هذه النسق الذي يوجد حاليا إذن الأحزاب يجب أن تفتح أبوابها يجب أن تفتح العقول يجب أن تبتكر من أجل تحفيز الناس للعمل السياسي هذا من جهة من جهة أخرى لاستقطاب الكفاءات في السابق كان البرلمان ينتج زعامات الآن يبدو لي مثلا معكوسة أصبح البرلمان يقبر الأصوات التي يمكن أن يراهن عليها هناك شيء ما غير منطقي في العملية السياسية وبالتالي فعلا الأحزاب لها دور كبير جدا تعيد المصداقية للعمل السياسي صراحة إذا لم تعيد الأحزاب المصداقية للعمل السياسي سيظل الوضع ربما بهذا الشكل الذي نراه أستاذ عبد الكبير رخششن نعلم أنه من الأدوار الرئيسية للبرلمان هو ما يسمى بالديبلوماسية البرلمانية هل ما تقوم به المؤسسة التشريعية من جهود في هذا الإطار يبدو لك كافيا أم أنه يحتاج ربما إلى دفع أو دفعات جديدة من المؤكد وإذا أردنا أن نتحدث بمضوعية هو أنه في الفترة الأخيرة لاحظنا على أن هناك دينامية كبيرة فيما يتعلق بالديبلوماسية البرلمانية سواء تعلق الأمر بالأعضاء أو تعلق الأمر بالمكتب أو تعلق الأمر برئيس المجلس رئيس المجلسين لكي نكون منصفين تحركاتهم في هذه الفترة كانت ممتازة كانت جيدة لاحظنا كيف أن رئيس المجلس النواب ورئيس المجلس المستشعرين وصلوا إلى مناطق بعيدة جدا تحتاج فعلا إلى ديبلوماسية برلمانية أكثر منها ديبلوماسية رسمية ولاحظنا كيف أنه تم اختراق مجموعة من المناطق التي كانت فيه إلى وقت قريب بعيدة عن الديبلوماسية البرلمانية أتأمل مثلا وأنا أتحدث عن أستراليا مثلا كيف أن هذه المنطقة التي كان فيها المبادرة الأولى التي أسس من خلالها بوليسترالي ومكتبا للمحامات هو الذي كان وراء إزعاج المغرب في الاتحاد الأوروبي لكن كنا غائبين عن هذه المناطق الآن هناك وصول لهذه المناطق ليوصى لصوتي المغرب ويوصى لصوت تفسير المغربي للقضية الوطنية هناك كذلك حدث مجيء يعني رئيسة البرلمان الجنوب إفريقي إلى المغرب وهو اختراق أساسي فيما يتصرح على المسؤولين جنوب إفريقيين في المهم المتحدة هذا يؤكد على أن العمل الديبلوماسي البرلماني يمكنها أن تقوم بأكثر مما تقوم به الديبلوماسية الرسمية وأن توفر لها أرضية للتحرك بسلاسة نتذكر كيف أنه في نهاية حكم جاكوب زوما واللقاء الشهير مع جلال الملك في أبي جون كيف قال البعض بأن نهاية جاكوب زوما تنهي هذا الاختراق الذي سمي الآن نلاحظ على أن المتابعة والمواكبة من خلال ديبلوماسية برلمانية تساعد على إعادة الملف العلاقات المغربية الجنوب إفريقية وتعمق مسار التفاهم على أعتبار أن الديبلوماسية المغربية منذ البداية في إفريقيا كانت تقوم على تحييد جانب الخلافات أو الاختلاف إلى جانب التفاهمات سواء تعلق الأمر بالتفاهمات الاقتصادية أو تعلق الأمر بالتفاهمات الديبلوماسية في قضايا أخرى وفتح المجال للحوار البناء لأنه في نهاية المطاف الديبلوماسية هي فن رتق البقع التي تكون فيها نوع من الخلاف لأنها لا تمارس الديبلوماسية فقط للنزهة وإنما لتدليل الصحاب وهو دور البرلمان بكل تأكيد وأعتقد على أن ما قامت به المؤسسين في الفترة الأخيرة يمكن أن يشكل بارقة أمل فيما يتعلق بالديبلوماسية البرلمانية التي كانت تعاني كثيرا في السابق وكان يطبعها نوع من البطء ونوع من الانتظارية في المبادرة وهذا هو عمق العمل البرلماني وهو البحث عن الإبداعية والبحث عن الإبتكار فيما يتعلق بأساليب الديبلوماسية البرلمانية أو فيما يتعلق بالأساليب الشريعية كما طرحنا سابقا طيب أستاذ عدد كبخشنسين سأواصل معك النقاش ومع الأستاذ طلحة جبريل لمناقشة الطلاق الصعب ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لكن مشاهدين بعد هذا الفاصل أرحب بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج إضاءات الذي نناقش فيه الطلق الصعب بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي فالمشاورات الماراتونية المتواصلة بين بيكسل واللندن لم تفضي إلى شيء لحدود الساعة وسط تخوفات من حلول موعد الانفصال دون اتفاق مما يشكل كارثة حقيقية سيدفع ضريبتها الطرفان معا تعثر في بيكسل يوازيه ضجيج في شوارع لونطن بخروج عشرة الألاف من المطالبين بإجراء استفتاء ثاني قد يكون تحقيقه أصعب من الانفصال نفسه وأذكر بأنني وجهت الدعوة في هذه الحلقة لكل من طلحة جبريل للصحف والكاتب أرحب بك أستاذ طلحة جبريل مجددا كما وجهت الدعوة أيضا لعبد كبير خشيشن إعلامي بصحيفة الأحداث المغربية أجدد أيضا أستاذ خشيشن الترحيب بك في هذا النقاش إذن نبدأ بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهذا الطلاق الذي يبدو صعبا أستاذ طلحة جبريل ويبدو بأنه ليس هناك اتفاق لحدود الساعة ما بين الطرفين هل هناك مخاطر لكي يقع الانفصال التام بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا دون اتفاق ما مخاطر ذلك هو الطلاق في الحياة وفي السياسة وفي كل شيء صعب يجب أن نقر بذلك دعني أقول شيء الملاحظ بأنه بالنسبة للسياسيين البريطانيين يقال بأن السياسي يجب إما أن يفعل شيء أما أو أن يكون شيء أما البريطانيين دائما يميلون السياسة البريطانيين أن يفعلوا شيء أما الآن بريطانيا لأول مرة تحاول أن تعيد النظر أنه هل كان القرار صائبا لأنه كما تفضلت المخاطر واضحة جدا ولا أظن بأنه يمكن الوصول إلى اتفاق في المدة الزمنية المحددة فبالتالي المعاناة ليست فقط بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالنسبة لبريطانيا ولكن هناك معانات أخرى لدول الجوار بالنسبة لبريطانيا على سبيل المسألة إرلندا وإرلندا الشمالية سنة أدلت النقطة نعم إذن هذه المسألة تحتاج إلى معجزة فعلا لأن يتم الوصول إلى هذه المسألة يوم السبت كانت هناك إشارة واضحة في شوارع لندن كما جاء في تقديمك سينبيل أنه البريطانيين بدوا يتساءلون هل أخطأنا عندما صوتنا بنعم لصالح الخروج البريكزيت وبالتالي الآن الرسالة بالتأكيد لأن بلد ديمقراطي وبلد مؤسسات ستكون قد وصلت إلى الحكومة البريطانية كيف يمكن الوصول إلى اتفاق بصراحة مطلوب تنازل من أحد الجانبين إما الاتحاد الأوروبي وإن كان صعب لأنه تحكم قوانين إما بريطانيا وفي هذه الحالة ستحدث مشكلة داخلية في بريطانيا في الاتجاهين الأمور صعبة ومعقدة جدا المادة خمسين من معاهدة لشبونة تقول أنه بعد مضي سنتين بالضبط من إعلان بداية الطلاق ما بين الطرفين وفي هذه الحالة ما بين بريطانيا وما بين الاتحاد الأوروبي يتم الانفصال حتى دون اتفاق الآن نرى بأننا نقترب من هذا الموعد وتريزا ماي التي كانت ضد تمديد ربما فترة المفاوضات والتفاوض الآن تلوح بها هل هناك إمكانية في نظرك لكي يتم التمديد؟ أمسي يرفض ذلك الأوروبيون؟ من المؤكد على أنه في هذه القضية كما قال الزميل طلحا على أن الأمر معقد إذا أخذنا بعين الاعتبار موقع الطرفين فيما يتعلق ببريطانيا الوضع الداخلي معقد جدا تلوزا ماي التي كانت تصدار المؤيدين للخروج من البريكسيت بقيت لوحدها السيناريوهات التي يتم تدولها داخليا صارت محطة سخرية داخل البرلمان البريطاني من المؤكد وهناك مفارقة على أنه في الوقت الذي تقود الحكومة هذه المفاوضة من أجل الخروج لا تتوفر على الأغلبية المطلوبة في البرلمان ولهذا هناك دعوات من كبار ساسا منهم جومي جارك يقول بأنه القرار دي البرلمان هو يكون سيادي أكثر من القرار دي الحكومة أعود وأقول على أن الوضع الداخلي معقد جدا وهناك حسابات كثيرة هناك من يعتبر بأن الهالة التي تطرحه الآن بهذا الشكل الذي نناقشه نحن يدخل في إطار ما يسمى بالغموض الخلاق بمعنى عدم وجود وضوح فيما يتعلق بهذا المصار وبالتالي تخويف البريطانيين ودفعهم لمراجعة القرار لكن بالرجوع إلى مسيرة يوم السبت يعني العصب القوي فيها هما الأوروبيين أو البريطانيين الذين يقطنون في أوروبا بمعنى كانت الدعوة برانسا وإسبانيا بمعنى أن داخليا ليس هناك تحريك قوي لتغيير الموقف الذي كان الأساس في التسويت وهذه مشكلة أخلاقية تطرح في بريطانيا فيما يتعلق بالتراجع على سيادة التسويت ولو أنه تسويت ديمقراطي جامد بمعنى يطرح السؤال دائما الذي نقشناه في حلقة سابقة هل يمكن زيف الديمقراطية هل يمكن بناء على هذه النتائج يمكن أن نحكم على أغلبية صامتة لم تفهم لحظتها بما كان ستقدم عليها بريطانيا في قرار الخروج من اتحاد الأوروبا ربما كان في تسويت عقابا داخليا أكثر من انفصالا في أن كبير المفاوضين الأوروبيين أعتقد هو الذي قال بأن البريكسيت هو عقاب في حديداته لبريطانيا أعود وأقول بأنه بالنسبة للطرف الآخر يعني الأوروبي ميشيل بارنياي كان واضح كبير المفاوضين كان واضحا حينما شرعت تيريزا مايفي تقديم الخطوط العريضة لمشروعها من أجل الانفصال قال بأننا نحن الآن أمام الحدث حقيقة وفهم البعض على أنها تشجيع لما تقوله تيريزا مايفي في حين أن الرجل دئبون يعلموا أن الاتجاه يتجهون نحو خنق هذا المشروع الذي أتت به تيريزا مايفي من أجل الخروج لأنه في نهاية المطاف إذا كنتم قد صوتتم للخروج من الاتحاد الأوروبا عما تبحثون تبحثون عن اتفاق جديد يضمن نوع من الامتيازات التي كانت عندهم سابقا لتذكير بريطانيا حينما كانت في الاتحاد الأوروبي لم تكن في شينغن ولم تكن كذلك في كانت رجل داخل الاتحاد الأوروبي ورجل في بريطانيا هذه الامتيازات يبحثون عن امتيازات إضافية وهي عملية صعبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يقدم عليها ويمكن القول على أن تصريحا لرئيس المجلس الأوروبي يفسر بدقة ما يجري داخل الاتحاد الأوروبي حينما قال بكل صدق المجتمعون على الطاولة ينتظرون تراجع عن عني عن الصويت الأول وأنهم متمسكون ببقاء بطبيعة الحال وهذه إشارة واضحة لأن لا يمكن لدولة واحدة أن تكون نموذجا لباقي الدول الأخرى للخروج من هذا الاتحاد بمعنى أن الاتحاد الأوروبي سيكون قاسيا في تقديم صورة لمن يفكر في الخروج من الاتحاد حتى لا ينفرط العقب بطبيعة الحال سأواصل معكم النقاش بعد متابعة هذا التقرير حول الموضوع الذي عدوه زميل أسامة عكراوي وفقا للتوقعات الأكثر تشاؤما يمكن أن يكون الثلاثون مارس من السنة المقبلة من أكثر الأيام فوضى في تاريخ أوروبا إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون أي اتفاق كان ينظر إلى فكرة حدوث هذا الأمر فيما مضى على أنه من المستحيل عمليا لكن بعدما بدى الوقت ينفذ أمام الجميع صارت كل الاحتمالات ممكنة محادثات البريكسيت في بروكسل لا تزال تنظي بخطى بطيئة فبدون صفقة بشأن الانسحاب سيسقط أي اتفاق بشأن الفترة الانتقالية وقد عمل الاتحاد الأوروبي طويلا على افتراض أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة غير منظمة ستكون له عواقب أسوأ بكثير بالنسبة لبريطانيا مقارنة بالأعضاء السبعة والعشرين المتبقين لكن سيناريو الخروج بدون اتفاق يمكن أن يسبب ضررا بالغا أيضا للاتحاد الأوروبي كما أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن تكون له عواقب سياسية على جمهورية إيرلندا التي يتعين عليها فرض ضوابط جمرقية على الحدود مع إيرلندا الشمالية وهو أمر تقول جميع الأطراف إنها تريد تجنبه بأي ثمن قراءات اقتصادية بريطانية تذهب إلى كون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة غامضة هو أمر أكثر احتمالا من خروجها دون اتفاق أو استدارتها نحو الاتجاه المعاكس استنادا إلى تصويت ثاني من جانب آخر يرى بعض المراقبين أنه سيتم الاتفاق على تفاصيل الترتيبات التجارية المستقبلية فقط خلال الفترة الانتقالية وهو ما يعني أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيفترقان رسميا في مارس من خلال صفقة تحفظ لطرفين ماء الوجه في إطار ما أطلق عليه معلقون آخرون بريكسيت دون رؤية استطلحة جبريل هل يمكن البريكسيت والذي يعني بلغة الإنجليزية خروج بريطانيا أن يتحول إلى تريسا مي إكسيت وأن تخرج تريسا مي من الحكومة بالنظر إلى الصعوبات التي تعانيها داخل المشهد السياسي البريطاني وداخل حزبها أساسا حزب المحافظين لنطرح السيناريو المتوقع أو الذي تأمل فيه ترياميد ونطرح السيناريو الآخر السيناريو التي تأمل فيه رئيسة الحكومة البريطانية أن تصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بصراحة لماذا يصل دول الاتحاد إلى اتفاق يرضي بريطانيا كما وردت الإشارة في حديثك يعني معنى ذلك أنهم يشجعون الانسحاب من الاتحاد وهذا بالتأكيد لن يقبله الأوروبيون الآن الأوروبيين لا بد أن يضعوا شروط متشددة جدا من أجل الحفاظ على الاتحاد نفسه وبالتالي لا أعتقد بأنهم سيقدمون البريطانيين أي حل إذن السيناريو المتوقع هو خروج بريطانيا بدون أن تلبي شروطها أو مطالبها على الأقل مع الاتحاد الأوروبي هذا ماذا سيعني؟ بصراحة سيعني تراجع شعبية المحافظين وبالتالي ربما الذهاب إلى انتخابات مبكرة وهذه متوقعة وحدثت في بريطانيا عدة مرات السيناريو المرجح هو أن تسهب بريطانيا إلى انتخابات مبكرة إذا جاء العمال أنا أعتقد بأن حزب العمال لا يعارض كثيرا في أن يجري استفتاء آخر وبالتالي يتم التراجع عن القرار بنفسه لكن استفتاء آخر يبدو شبه مستحيل على أساس بأن الوضع الآن أو القضية لم تعد مرتبطة ببريطانيا وحدها وإنما مرتبطة أيضا بالاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يوافق على عودة بريطانيا مجددا إليه صحيح المعضلة هي بالتبت هنا إذا قررت بريطانيا كما كانت شعارات يوم السبت العودة إلى إجراء استفتاء آخر ما هو موقف الاتحاد الأوروبي يعني في النهاية الاتحاد الأوروبي ليس نادي تخرج منه متى ما تشاء وتدخل إليه متى ما تشاء هذه منظمة فبالتالي أنا أعتقد بأنه فعلا تريزا ماي في وضعية صعبة وصعبة جدا وبريطانيا أيضا في وضعية صعبة وصعبة جدا وهنا أرجع إلى القول بأنه سياسي البريطانيين يهمهم أن يفعلوا شيئا ما في وقت من الأوقات كان خروج الاتحاد الأوروبي شعارا جذابا براقا مغريا الآن اتضح بأن الأمر كارسي بل ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق طرحه كمناورة سياسية في البداية وجميع استطلاعات الرأي نذكر كانت تشير بأن بريطانيا لن تخرج بأن البريطانيين سيصوتون لبقاء بريطانيا داخل رقعة الاتحاد الأوروبي كنت تريد أن تضيف شيئا قد قررت أن أشير إلى أنه فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي هناك تصريح لمانيول ماكرون يقول بأن مكان بريطانيا محفوظ فيما يتعلق بالعودة لأن هناك نوع من التشجيع ويقال على أن هذا الفور من أجل إعادة الاستفتاء هو بتحريض من المعسكر بطريقة الحال الرافض للخروج وكذلك بنوع من التنصيق مع الاتحاد الأوروبي نوعا ما ولكن في نهاية المطاف حينما نتحدث على استفتاء هناك حسابات دقيقة جدا داخل بريطانيا هناك تخوف كثير تخوفات كثيرة فيما يتعلق بالالتخابات السابقة لأوانها هناك ترطيبات لحزب العمال الذي يحاول أن يستفيد بشكل دكي من خلال هذه الغضعية ولو أن في قراءتنا للتصويت الذي تم من البريكسيت نجد أن قاعدة الحزب العمال لعبت دورا كبيرا في الخروج لأنه في كثير من الأيان هناك من يقول بأن تصويت كان عقلانيا بمعنى أن المراكز أو المناطق التي يتم تصويت فيها في بريطانيا هي مراتق يعني لصيد السماك مراتق العمال التي كانت فيها الكتفة في تصويت معنى أن تصويت كان مفكرا فيه من خلال جيب المواطن البريطاني ولو أنه كما قلت في البداية يمكن للديمقراطية أن تزيف في هذه الفترة باعتبار أن الشعبية التي كانت أندك لعبت وضخت كثيرا من الأوهام فيما يتعلق بهذا الخروج وهذا ما يحاول المعسكر الذي يخاطب العقل أن يشغل فيه ولو أنه يتعرض كما قلت سابقا لنوع من الاتهامات بأنه يطرح ما يسمى بالغموض الخلاق من أجل دفع البريطانيين التخوف من هذا الخروج والذي يعتقد البعض على أنه ضروري بالنسبة لمستقبل البريطانيا ولو أن كلفته ستكون صعبة من المؤكد أن هذه الكلفة سنأتي عليها هذه الكلفة ستكون للطرفين ولو أن هناك اتفاق الوحيد بين المعارضين والمؤيدين لهذا الخروج في أن القضايا الكبرى المتعلقة مثلا بالجانب العسكري الجانب الاستخبارات من خلال ما يطلق عليه بالعيون الخمسة لن يتأثر على اعتبار أن أوروبا في حاجة إلى بريطانيا من هذا الجانب خصوصا في حرف الناطو التي تعتبر الجيش القوي بالنسبة إلى الدول كلها السبع وعشرين هو الجيش البريطاني رغم الخلافات التي تتوقعون ولكن هناك قاعدة مشتركة أو قاعدة مغرية للبحث على اتفاق معين في نهاية المطاف الأمر سيهم الاقتصاد ربما أكثر من باقي الملفات الأمنية والدفاعية المشتركة ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي هناك معضلة ترحت وتطرح دائما عند مناقشة البريكسيت داخل أرويقة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحدود ما بين جمهورية إيرلندا وما بين إيرلندا الشمالية ما هي طبيعة هذه المشكلة طبيعة المشكلة أن خروج بريطانيا سيخنق أولا سيخنق إيرلندا وفي الوقت النفسي ستكون هناك مصاعب اقتصادية لإيرلندا وإيرلندا الشمالية فكيف يستطيع الأوروبيون أن يساعدوا إيرلندا هذا موضوع معقد جدا وليس موضوعا سهلا كما يتبادر إلى الزين وهذه ستشكل ورقة ضغط كبيرة جدا هذه القضية المعقدة وستخلق تعقيدات حتى داخل بريطانيا يجب أن لا ننسى ذلك تعقيد الأوضاع في إيرلندا الشمالية وإيرلندا سيخلق تعقيدات داخل بريطانيا نفسها على موضوع الحدود يجب أن نلاحظ أن بريطانيا في الواقع وصف أن رجل داخل الاتحاد ورجل خارج الاتحاد وصف دقيق لأنها لم تكن ضمن فضاء شنغن لم تكن ضمن فضاء اليورو وبالتالي الآن الأمور ستزداد أكثر تعقيدا على الأقل وألاحظ شيء فقط نقطة جديرة بالاهتمام أن البريطانيين في الفترة الأخيرة لندن في الفترة الأخيرة زادت كثيرا من تنسيقها مع ألمانيا وفرنسا فيما يتعلق بالسياسات الخارجية ونحن نعرف بأن ألمانيا وفرنسا هم أقوى دولتين في الاتحاد الأوروبي بمعنى آخر هذه إشارة ورسالة أنه يمكن أن نصل إلى حل ويكون هناك نوع من الاتساق والتعاون السياسي وهذا مهم بطبيعة الحال لكن المشكلة فعلا بالنسبة لإيرلندا وإيرلندا الشمالية في غاية التعقيد وأنا أعتقد بأنه ممكن أن تؤدي إلى انهيار اقتصادي إذا سارت الأمور بما السينياريوهات المطروحة حاليا طيب أستاذ عبدكبير خششن إذا أخذنا بالاعتبار كل هذه النقاط التي قمنا بالحديث فيها والخوض فيها في نظرك أوروبا ما الذي ستخسره بخروج بريطانيا من المؤكد على أن خروج بريطانيا يعني مؤشرات الخسارات تكمنوا في أنها هي الممول الأول للإتحاد الأوروبي هي كذلك من بين الاقتصادية الكبرى على صعيد هذه المجموعة لأنه لا ننسى كيف ينظر الآخرون لهذا الخروج لا ننسى موقف الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لأول مرة التقيان في التجيع لهذا الخروج وكل واحد لحسابته الخاصة المؤكد على أن الحفاظ على أوروبا موحدة ولو بإعاقة معينة فيما يتعلق بالاندماج الكل لبريطانيا هي أفضل من أن يبتر جزء من هذا الجسد ونعلم على أنه الآن الصراع الجيوستراتيجي عالميا يتجهون نحو القطبية ويحاول الإتحاد الأوروبي أن يقدم نفسه على أنه معادلة فيما يتعلق بالصباق المحموم بين روسيا ولولايات المتحدة الأمريكية هذا التمدد الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الاستفاقة ديار روسيا تطرح بالانتحاد الأوروبي هذا المشكل المتعلق بالهوية فيما يتعلق بالخسارة ستكون كبير جدا فيما يتعلق بالاختصاد هناك توقع بأن يخسر يعني أن ينزل أو يصغر حجم الاقتصاد البريطاني ما بين 3.5 و 7.8 في حدود سنة 2030 بالنسبة لأوروبا ستكون هناك كذلك نوع من الانكماش فيما يتعلق بالصورة والمجال الاقتصادي لأن الوعاء سينقص بطبيعة الحالة تعلق الأمر بالسوق وتعلق الأمر بالإمكانيات والمتاحة في كل هذه الحالتين هناك نوع من القرار الصعب الذي ينتظر الطرفين وهذا لا يخفيها أي أحد لا يخفيها أحيان ولهذا نأتي إلى النقاش الأخلاقي المتعلق بالخروج من بريكسيت هناك نوع منها الداتية المفرطة فيما يتعلق بسباب هذا الخروج والتي بنيت على أساس المسائل المرتبطة بالبطالة المرتبطة باليد العاملة وهي يعني معطيات كما قلنا يمكن أن تزيف مبادئ الليبرانية تزيف الديمقراطية معها لأنه إذا انطلقنا من مبادئ الليبرانية من المفروض على أن ما يبنى عليه هذا الإدعاء بالخروج هو آخر شيء يفكر فيه في القيم التي تقوم ولهذا الحملة الأخيرة التي دشنها معارض البريكسيت من خلال جانب القضائي الطعن في الانتخابات من خلال القول بأن نسبة أو سقف الإنفاق بالنسبة للمعسكر المؤيد للخروج بريكسيت فقف يعني نسبة 6% وهي نسبة التي غير بسموح بها فيما يتعلق بالإنفاق في العمل الانتخابي وهذا طعن وارد ولذلك يقول هذا المعسكر في نهاية المطاف حينما يسأل عن هذه المحاولة المتأخرة يقال إن الأمر لا يتعلق بالخروج أو الدخول وإنما الأمر لا يتعلق بالقيام لكنها جاءت متأخرة نعم أستاذ طلحة جبريل هل يمكن اللجوء إلى محكمة العدلة الأوروبية لكي تفصل في قضية خروج بريطانيا من غيرها نظريا ممكن ولكن فعليا إذا أصدرت قرار ما هي حدود الإلزامية في هذا القرار فبالتالي أنا أعتقد بأن اللجوء للمحكمة في هذا الموضوع هو موضوع سياسي بشكل واضح جدا أن يتحول إلى موضوع قضائي أو قانوني لا أتصور أن الأمور يمكن أن تسهب في هذا الاتجاه المؤكد بأنه الآن هناك أزمة وأزمة كبيرة جدا هل يستطيع الأوروبيون وبريطانيا التوصل إلى حل تبدو كل المؤشرات بأنه لا يوجد حل وبالتالي ربما يتسبب ذلك في أزمة داخلية داخل بريطانيا أكثر من أي شيء آخر ويبدو الأمر كأنه نزع لدراع من جسد دون تخدير سيكون مؤلما وهناك مسألة أخرى أيضا يجب أن تضع في عين الاعتبار لا يعتقد الناس أن الأمر هذا يهم الاتحاد الأوروبي بالعكس هذا الأمر يهم الاتحاد الأوروبي وسيكون له تأثير ونعكاسات على دول شمال إفريقي والشرق الأوسط من هنا أهمية متابعة هذا الموضوع بريطانيا موجودة في مضيق جبل طارق وموجودة في الصخرة وأوروبا موجودة على هذه السواحل كلها فإذا يجب يعني هذه قضية بعض الناس يعتقدون بأنها هي قضية أوروبية لا هذه قضية تهم أيضا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل مباشر وبالتالي أي إنعكاسات سلبية أيضا هذه الدول للأسف ستتأثر بها وبالتالي يجب حتى في المنطقة يفكرون ما هو البديل في حالة توصل إلى حل ما هي البدائل وفي حالة عدم التوصل إلى حل متفاوض عليه ما هي البدائل يعني بريطانيا ستخرج لمحالة من الانتحاد الأوروبي الآن نناقش الصيغة التي ستخرج بها وربما النتائج المترتبة عن خروجها لكن نطرح السؤال بريطانيا تلك الإمبراطورية التي لم تكن لتغيب عنها الشمس وكانت لها اعتزاز بنفسها وربما هذا ما يفسر لنا احتفاظها بالجنيه الاستغليني كعملاء عوض الدخول إلى منظومة اليورو وعدم دخولها إلى منطقة شينغن إلى آخره اليوم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كيف سيكون وضعها داخل الخريطة العالمية في ندارك في ذلك التوتر مع معمولات المتحدة الأمريكية لأنه حتى التركيبة المتعلقة بالبريطانيا الذي قدم سكوتلاندا وغيرا لن يكون الوضع كما هو عليه الآن لكن يجب انتباه إلى شيء أساسي في هذه القضية وهو أن النقاش بدأ في البداية كما قلنا نقاش يتعلق بحالات شعبوية ولكن في نفس الوقت حرك الهوية لا ننسى بأنه دوغور كان يقول بأن بريطانيا بمثابة حاملة طائرة أمريكية وسط قلب أوروبا وتم استيراد هذا الخطاب الهوياتي أثناء الحملة للخروج من بريطانيا وقوى وحاول أن يلعب على الجانب الواقع لكن الآن هناك نوع من الرجوع إلى الجانب البراجماتي والعقلي سواء أن تعلق الأمر بالنسبة للمؤيدين أو المعارضين لأنه النقاش الآن هو نقاش أكثر عقلانية من الحملة الانتخابية التي جاءت بنتيجة البريكسيت لكن أعتقد بأنه في كل الحالات إذا لم يكن هناك اتفاق أو إذا كان هناك اتفاق فإن وضع بريطانيا ووضع أوروبا سيتغير من المؤكد على النتائج ستكون واضحة كما قلت سابقا حجم الاقتصاد البريطاني سيتقلص أوروبا ستتأثر من خروج أواحد لبنى أساسية في الجسد الأوروبي ولكن في نفس الوقت يجب أن نستند إلى نوع منها نسبية فيما يتعلق بنهاية هذا السجال يمكن أن يدفع كل طرف بطريقته إلى أبعد المدى وفي نهاية المطاف يكون هناك حل باتفاق يعني يمكن أن يكون اتقالي أو يمكن أن يكون مارين يضمن لبريطانيا بعض الفوائل التي كانت لها أشكرك الأستاذ عبد الكبير الخشيشين اللي علام بصحيفة الأحداث المغربية على إثراء هذا النقاش وأشكرك أيضا أستاذ طلح جبريل على المساهمة في هذه الحلقة كالعادة وأشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعة هذا البرنامج وأضرب لكم معايدا الأسبوع المقبل بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة